اهلا بكم في حكاية بوست دنقب لكم عن اكثر المنشورات والتغريدات تفاعلا لدى اليمنين ولدى العرب جميعا وبخصوص ما يحدث في لبنان واليمن وغيرها دعونا نتابع هذه التغريدة التي كتبها الصحفي الصحفي السعودي عبدالله مزهر القرني حيث كتب تغريدة عن استباحة الكيان الصهيوني للبنان واليمن وغيرها وتهديده للعراق دعونا نتابع هذه التغريدة عبدالله مزهر يقول اسرائيل تستبيح لبنان وتستعد الاجتياحه بل بدأت بالاجتياح وتقصف اليمن وقت ما تشاء وتهدد العراق وايران تطمئن الجميع بانه لن يكون هناك حرب شاملة لان لبنان واليمن والعراق ليست دولا في نظرها وشعوبها ليسوا بشرا هم مجرد حطب تحرقه لضرورة المرحلة دون ان تضطر هي نفسها ان تدخل بمدنها وشعبها الحرب الشاملة هذه التغريدة ايضا حصلت على ردود افعال كبيرة من العرب جميعا حيث اكدوا على فحوى هذه التغريدة وايضا وافقوا كاتبها على ما ترمي اليه ايران في انها تقذف باكلائها واذرعها الى محارق الموت والجحيم تقذف باليمن ولبنان والعراق وسوريا الى الجحيم الى قعر الجحيم بينما طهران في مأمن من هذا الجحيم اول ما كتب احمد بدوي احمد بدوي كتب ردا على عبدالله المزهر يقول من سلم نفسه لايران يستحق ان تحرقه اسرائيل ولا ارى فرقا كبيرا اما خالد فقد شخص نظرة ايران للعربي قائلا ايران لا ترى العربية بشرا وتستكثر عليه انه حي ولو بدل دينه لدينها وهتف ولطم تبيعه متى شاءت لانها شرته بما شاءت وتقول له يواش يواش كما فعلت بحسن نصر الله اما ترك فقد رد عن حقيقة ايران قائلا الحقيقة ان الشعي الفارسي ما يكترث لك يا عربي ولا لاهلك ولا لعشيرتك ولا وطنك يعتبرك خادما عنده وسيلة استخدام عشان يتمكن من اعدائه المسلمين الخيانة تمشي في عروقهم وهم مع الصهاينة وجهان لعملة واحدة ظهير ايضا رد ووافق عبدالله المزهر في رد في تغريدته قائلا لانها تعلم انها ليست في مواجهة دولة ذات قوات متحدة وصف واحد كلهم عضد الآخر ولو استدعاها الامر نادت شعبها لب النداء باكملهم لكنها اي اسرائيل في مواجهات ميليشيات ولاؤها ليس لبلدانها وتحركها وتحركها اوامر الفرس وهم سبب الفرقة محمد خليل كتب رد على عبدالله المزهر ويحلل ويفسر تحركات ايران وسياساتها قائلا ايران تلعب مع هذه التنظيمات والشعوب بطريقة ان فشلت تفشل وحدك وان نجحت ننجح معا تبقى اوراق الايران كي تساوم بها المجتمع الدولي بالتالي تمتص مكاسبها ومقدراتها وتترك دولها تنزف حتى الموت اكبر دليل هو الوضع الاقتصادي والاجتماعي في دول محور المقاومة كما تسميه ايران ترد اقتصادي وتحل الاجتماعي في دول العراق وسوريا واليمن ولبنان وحتى غزة منذ انضمامها للمحور اما منصور خميس فقد رد قائلا شيعة العراق وسوريا ولبنان وليمن هم في نظر الملالي مجرد خدم وبالة وبآلة او خدم وآلة وحثالة والتضحية بهم امر اهوا من الهيين اما بيتر فلاي فقد ايضا ردت قائلة الموجع في الامر ان الشيعة في هذه البلاد كان انتماؤهم لا لا لاوطانهم وسعوا فسادا في بلادهم من اجل السلطة فجعلوها خرابا هل تغيرت نظرة طهران لهم من تفكيرهم او هل يتغيروا ويفيقوا تجيب لا اعتقد ترجمة نانسي قنقر